فإذن هذه بركات عمل يسوع المسيح من خلال الدم نلنا الفداء وغفران الخطايا من خلال الدم نحصل على الحماية من خلال الدم نحصل على التطهير وطبعا النقاوي الداخلية نتبرر من خلال الدم التبرير يقدس الشعب بدم نفسه التقديس بواسطة الدم وأيضا في رسالة أفسس بيتكلم عن الاقتراب إلى الله من خلال الدم لكن في المسيح يسوع أنتم الذين كنتم بعيدين صرتم قريبين بدم المسيح في الإصحاح الثاني والآية 13 في الرسالة إلى العبرانيين الإصحاح 10 مكتوب فإذ لنا أيها الإخوة ثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح صار الثقة بالدخول إلى محضر الله والدخول إلى السماء وأيضا الغلبة والنصرة من خلال دم يسوع المسيح يقول في سفر يصحاح 12 وهم غلبوه بدم الخروف وبكلمة شهادتهم ولم يحبوا حياتهم حتى الموت ترجمة نانسي قنقر